اشتركوا في القناة مجالات أخرى ربما لا يكتسبها داخل المقرارات الممنهجة والتي تعتمد المقاربة المزوئاتية إذن هذه تتيح له الانفتاح على مصارات أخرى والانفتاح على زملاء له في الميدان لتقاسم التجارب وهذه التجارب التي يمكن أن تكون إيجابية من خلال المفاهيم المؤطرة كالحكامة كطرق تغيير داخل المؤسسات ولكن كذلك بتقاسم الممارسات حول التفعيل اللي سنرى في الجلسة الثانية التي تعتمد كيفية تفعيل المشروع المؤسسة المندمج كيفية تفعيل أنشطة الحياة المدرسية إلى آخر إذن وبالتالي هدف مهم جداً من خلال هذا الملتقى ونحن سعداء بإنجازه في هذا الملتقى الملتقى لتناول كموضوع لا في مشخص الأولى مفهوم التدبير الإداري والمالي بالمؤسسات وعلاقته بحكامة الإدارية أو حكامة التدبير داخل المؤسسات النشاطة والملتقى تناول مجموعة من العروض وتناول مجموعة من العروض والمواضيع التي تشب في الاتجاه داخل الحكامة نضحنا مفهوم الحكامة وآلية تنزيل داخل المؤسسات التعليمية وفق المستجددات ووفق التشورات لنهجتها الوزارة ونهجتها المعنيين بتحسين أو إشلاح منظومة التربية والتكون المفهوم الحكامة حاليا هو مفهوم أصبح يتجلى في جميع المجالات وفي جميع السياسات الإصلاحية بما في ذلك منظومة التربية والتكون حال الوقت أننا نوضح هذا المفهوم هذا وحال الوقت أننا نفشر هذا المفهوم للفاعل الاقتصاديين للفاعلين الإداريين التربويين كذلك المتدربين داخل المركز الجهوية المقبلين على مجموعة من ودائف الكتجلة في تنزيل هذا المفهوم تطرقنا كذلك إلى آليات والآليات الحكامة هداف الحكامة مبادئ الحكامة في تنزيل داخلها من التربية والتكوني نشهد واحد الحدث الذي هو متميز يتمثل في تنظيم الملتقى الجهوية الأول لملحق الاقتصاد والإدارة التي تعتبر نسخة الأولى تعتبر امتياز لكون أول فوج ملحق الإدارة والاقتصاد لخداء هذه البادرة بتعطير من الإدارة التربوية ومن المدير المساعد ومن أستاذ إلياس الخضرين المشرف على هذه المواضرة فعرفت واحد جمعة من الأنشطات اللي من بينها مجموعة من اللقاءات وبرزها المداخلات دي السيد المدير حول الحكامة وكذلك دي الأستاذ المشرف اللي بين مجموعة من الإجراءات التي تستطيعها الحكامة ولدينا موعيد مع آلية من الآليات دي الحكامة اللي هو مشروع المؤسسة المدمج كنت منه صادقين أننا هذه النسخة تحاول أنها تنجح ليس غير اليوم اليوم وراء بنت بأنها نجحت ولكن تعرف النجاح في المستقبل إن شاء الله بحيث أنه قد يكونوا المشرفين عليها ومعه الخير يجينا الملحقين دي الإدارة والاقتصاد اللي قد يحاول أنه اندموها سواء من حيث التخطيط أو من حيث النفيد أو من حيث كذلك لإشراف على كل ما يتعلق بالتنظيم السنة المقبلة نحن مفخورون في المركز الجاوي بهذا الفئام المتدربات والمتدربين اللي تدعوا إلى آتقهم أنهم يديروا المعسسة وكذلك يأسوا ويندموا هذه الملتقى اللي يعتبر النسخة الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة